في يناير 2018 قام الانقلاب من الاحزمة والاربطة والنخب والما ادراك من التسميات التي سمعنا بها وجرى تقويض الحكومة في غسطس 2019 تم اخراج الحكومة كلها من عدد نعم يعني ثلاث سنوات من عمر الحرب كانت الحكومة غير موجودة تقريبا في عدد نعم من ست سنوات الحرب لماذا اخرجت الحكومة من تصريحات الانتقالي واعلامه وخطابه السياسي يقولون نحن عندنا برنامج سياسي خاص فينا اللي هو التشطيل او الانفصال والانفصال الوحدة قامت على توافق بين طرفين فاذا فيه انفصال يصير توافق بين طرفين وليس من طرف واحد ولذلك اقنعوا المجلس الانتقالي بان يؤجلوا هذا الموضوع للتوافق مع اخوانهم في صنعه اذا تحررت صنعه واذا قام حوار سياسي حتى الان الوضع سليم ماشي صح نعم جدت محادثات جداولا ثم محادثات الرياض وجرى توحيد الموقف السياسي في اتباق الرياض وجاء قادة الانتقالي على رأسهم عيدروس الزبيتي وقاموا في الرياض السابيع لدعم المبادرة السعودية نعم وصدقنا نحن هذا التوجه ورحبنا به والمملكة يعني تعرف هي تشجع اي توجه للاستقرار اي توجه للتوافق ثم صدرت اطلقت المبادرة الرياض اتفاق الرياض اتفاق الرياض نعم وحصل شد جذب على التطبيق على التفيذ مما استدعى الحقيقة الشكوك استحضار الشكوك في نوايا البعض ضغطت المملكة لانها تريد سلام تريد استقرار وتم البدء بتنفيذ اتفاق الرياض مع غض النظر عن شق العسكري بعض بنود الشق العسكري والامني فيه ايه الذي يخص الانتقال وهذا كان خطأ في حقيقة الامر ان يتم غض النظر عن اي بند من البنود الاتفاق لان اتفاق كلهم متكامل نعم فحصل ان الحكومة جاءت بدون اسنان في عدم بدون قوة لم يسمح للقوات الرئاسية بالدخول حماية الحكومة وحماية الوزارات واعتقد ان الانتقال يتعهده بالقيام بهذا الدور حماية الحكومة حماية الحكومة والمؤسسات والوزارات ورأينا اليوم ان هذا التعهد لم يكن في محله وانه تمت خيانة التعهدات والالتزامات اما لماذا في هذا التوقيت في هذا التوقيت الحوثي هاجم مأرب للقضاء على جيب مهم جدا من جيوب الحكومة في الشمال وليس الجيب الوحيدة لكل حال في حجة فيه وفي الجوف وفي التعز وفي بعض المحافظات الوسطى لقطع الطريق بين شمال اليمن وجنوب اليمن بالتوافق يبدو لي مع الانتقال لانه الهجوم على مأرب ليس فيه مصلحة الا للانفصال فعندما اجهض الجيش الحكومي اليمني هذا الهجوم وكبد الحوثة الاف القتلى واصبحت جبهات مأرب مقبرة للمجندين من المحافظات التي سيطر عليها الحوثة يبدو لي انا في تقدير تقديري السياسي انه هذا تحول الى شوطن من الغضب في داخل نفوس المجلس الانتقالي ومن يرعى الانتقالي لانه المطلوب كان انتصار الحوثة وبالتالي انتصار فكرة فصل الجنوب تصريح عيد الروس الذي قال سنتحور مع الحوثيين عندما يبدو عن مأرب سنتحور لالقاردن اعتقد البريطاني حديثه لالقاردن بريطاني فاليوم بعد ما دحرت الانساق الحوثية المتوالية على مأرب وردت في عقابها وحصلت العكس تقدم للجيش الوطني في تعز وفي حجة وربما تقدمات واختراقات في أيضا في مأرب شاهدنا احتجاجات في سيئون قبل يومي سيئون يا مختار نعم انت عمرك سمعت في مظاهرة في سيئون فهل سيئون ناس هادئين ناس مسالمين مسارعين هذا المرتزقة مولوا لاحداث هذه الفوضى مستغلين حاجة الناس والوضع الاقتصادي مستغلين الظرف السياسي لاحداث شوشرة الظرف الاقتصادي في اليمن كله سيئ يعني يعني ما يتمرد في اليمن اللي حضر موت المعروفة بهدوءها وبحسن حسن خلق أهلها وبولاءهم للدولة هذا اختراق ما نجح مظاهرة سيئون فوجدنا اليوم محاولة الانقلاب في عدن باقتحام قصر المعاشق سميها محاولة الانقلاب؟ ايه مقلاب هذا الانقلاب تم دحره بفضل حكمة وصبر وحزم السلطات السعودية وقواتها في عدن التي تصرفت بالكياسة موقع موقع الالكتروني اللي يحرر في الامارات تحدث عن هروب ها؟ ارم 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 تحدث عن هروب الحكومة في البحر يعني هم يبدو لي انهم قربوا القوارب لكي تهرب الحكومة مثل ما هرب هذه في عام 2015 نفس النسق نفس النمط التصرف الحوأثى في صنع انقلبوا باسم الجوع والحاجة المعيشية ولاحقوا الحكومة واسقطوها وطردوها حبر البحر وادخلوا الشعب في موجات من الجوع وادخلوا الشعب في موجات من الفوضى ومن الجوع ومن الفقر ومن المرض اشتركوا في القناة